الزكاة ليس لها علاقة بهذا الذي تجيب في حق الزكاة يتيم، مجنون، غني، فقير، ليس لنا علاقة به عنده مال بلغ نصاب، لابد فيه الزكاة سواء كان مجنون أو يتيم أو فقير أعطيك مثالنا، نعم بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشيخ إبراهيم وترك ولد عمره خمس سنين هذا يتيم، مات أبوه ولم يبلغ كم خرج لهذا الولد من إرث الشيخ إبراهيم رحمه الله؟ سبعين مليون بعد سنة قلنا لأم هذا الولد قلنا أعطينا زكاة المال مال عنده سبعين مليون مر عليها سنة كاملة قالت هذا يتيم قلنا ليس لنا علاقة لو مجنون أيضا نأخذ منه الزكاة لأن الزكاة متعلقة ببلغ النصاب وحولانا الحول صاحبها غني، فقير، يتيم، مجنون نخرج الزكاة مفهوم؟ تمام، مثال ثاني هذا الأخ قلنا فقير معا ألف يوم عيد الفطر آخر يوم من رمضان كم معك؟ قال معي ألف إذن يفضل عن قوتي وقوتي عيالي أكثر يستطيع يخرج زكاة الفطر صاعم من طعم مفهوم؟ تجيب عليه الزكاة قال لكن أنا علي دين عشرين ألف مثلا نقول ليس لنا علاقة عليك ديون نحن لا نسأل عن الدين فعندما تأتي للشيخ إبراهيم وتقول عليك زكاة كذا ما نسأل كم عليك دين ما لنا علاقة الدين هذا ليس له علاقة نحن علاقتنا ببلوغ النصاب وحولانا الحول مفهوم؟ ولا ما كان أحد أخرج زكاة يا رجل نعم